بخصوص الاستثمار وبخصوص الاقتصاد الرئيس استقبل أمس الأحد كلاوديو ديكارتزي وهو رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كان حاضر الاجتماع ده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وكان فيه معهم عدد من مسؤولي الشركة الحقيقة السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية أكد أنه الرئيس خلال اللقاء ده كان حريص جدا على فكرة أنه يتكلم عن المتابعة الدورية للتقدم اللي بتحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها في مصر خصوصا في حقل ظهر للغاز الطبيعي طبعا ده يمكن باكورة المشاريع والاستثمارات المتعلقة بالغاز الرئيس أكد الاهتمام أهمية الاهتمام الجدول الزمني المحدد علشان نبدأ ننتج من حقل ظهر وجه كلام الحقيقة لوزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكفف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية هذا الحقل المتحدث الرسمي كمان أضاف أنه الرئيس التنفيذي للشركة التائيني استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي ظهر داخل المياه المصرية في البحر المتوسط وأنه كان فيه تناول كمان لما تم إنجازه بالفعل من أعمال لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالحقل اللي بتتضمن حفر الأبار ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة وإنشاء نظم للتحكم بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية ديسكالدزي أشار كمان أنه الشركة حريصة أنها تشتغل بسرعة وأنه يبقى فيه سرعة فيه تنمية هذا الحقل حقل ظهره وتطويره بحيث أنه يصبح جاهز لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاري إذن ده جدول زمني بيتم تحديده وإحنا بنتكلم على أنه بداية إنتاج أو بكورة الإنتاج من هذا الحقل تكون إن شاء الله قبل نهاية العام الجاري ده كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة إيني السيد كلاوديو ديسكالدزي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة